نبدأ الطبعة كالمعتاد بقراءة أهم العناوين والبداية من صحيفة الوطن البشير قرارات مرتقبة بشأن التحول الوطني الكاروري الوطني يتحمل مسؤولية إضعاف الأحزاب رود الحاج وزيرا للثقافة وأبو هريرة للشباب والرياضة وفي ألوان نقرأ إعفاء المدير العام للإمدادات الطبية الفريق صديق عامر لوزارة الحكم الاتحادي وروض الحاج للثقافة ومن ألوان أقرأ في الوفاق البشير البعض استغل الاحتجاجات لتحقيق أجندة لبث سموم الكراهية البرلمان يستدعي محافظ بنك السودان بشأن أزمة السيولة وأنتقل إلى أخبار اليوم تعزيز أمريكي لبراءة السودان نهائيا في قضية المدمرة كول رئيس الجمهورية يقرب مشروعية مطالب المواطنين ويترحم على الشهداء وفي الرأي العام ننتقل البشير قرارات وتدابير إضافية لإنجاز التحول الوطني الصحة توقف أمين مجلس الأدوية وفي عنوين اليوم التالي الرئيس يؤكد التزام الدولة بمحاربة الفساد والمفسدين البشيرة الأيام المقبلة ستشهد المزيد من القرارات والتدابير تعيين وزراء جدد في حكومة الكفاءات وروض الحاج وزيرة للثقافة البرلمان يستدعي محافظ بنك السودان بسبب السيولة وفي أعمدة رأي اليوم التالي يكتب محمد عبدالقادر سيف إيلة وعقد الشيخ الملياري وفي صحيفة المجهر السياسي وفي أعمدة الرأي يكتب فتح الرحمن النحاس البؤس ورماد المواكب وفي المنشتات مرسومان جمهوريان بتعيين وزراء ووزراء دولة استقالت مدير الإمدادات الطبية وإيقاف الأمين العام لمجلس الأدوية عن مزاولة عمله وفي الأهرام اليوم إعفاء المدير العام للإمدادات الطبية البشير قرارات وتدابير لتهيئة الصحة الوطنية خلال أيام وفي الأخبار أنتقل وأقرأ تفاصيل جديدة حول صفقة بيع منزل المحجوب وفي أعمدة رأي الأخبار يكتب مصطفى بلعزاين في عموده ببعد ومسافة الحزب الأكبر في السودان في جزءه الأول وفي تحقيقات الأخبار الداخلية تعديل قانون إيجارات المباني جدل المالك والمستأدر لمن تحسم القضية وفي مصادر رئيس القضاء لمصادر لا أتدخل في سير العدالة وأيضا من أبرز منشتات الصحيفة انفراج أزمة المعتمرين بميناء سواكن وفي داخلية مصادر أمين حسن عمر إعفاء عقابي أم ضرورات مرحلة وأيضا في ذات الصحيفة في صفحاتها الداخلية إعفاء مدير المعادن خطوة في الاتجاه الصحيح وأختم بمنشتات وعناوين صحيفة السوداني البشير يريدون الدفع بالبلاد نحو مصير مجهول إلا يعفي مدير الإمدادات الطبية وكبل يوقف الفحل عن العمل وفي صحيفة السوداني في أعمدة رأيها بالأخيرة يكتب دياد دين بلال وزارة الصحة مكائد وحفر والطاهر ساتي عمود اليوم بعنوان نهج النهب وأيضا في داخلية السوداني رئيس الوطن القادم أسماء تبرز في المشهد إذن من أهم العناوين إلى أولى الملفات معنا في صحيفة الوطن قرارات رأسية مرتقبة بشأن التحول الوطني وفي صياغ الخبر وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حكومة المهام الجديدة باتخاذ تدابير صارمة لاستكمال حلقات هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية وفرد هيبة الدولة وقانون والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات وقال البشير إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من القرارات والتدابير التي تعزز مسار الحوار وتهيئة الصحة الوطنية لإنجاز التحول الوطني المشهود يعني أتفي بهذا القدر من خطاب الرئيس دكتور سلاح أستاذ سلاح عفوا هذا الخطاب الذي يمكن تابعه الجميع في إنعقاد الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية ربما عدد من القضايا أبرزها ومؤشرات في هذا الخطاب محاربة الفساد والاغتصاد والشباب يعني قضايا تصدرت خطاب السيد الرئيس كيف تقرأ وتقيم هذا الخطاب وشيراته وحتى توجيهات يعني أيضا كانت دونية في هذا الخطاب طيب شكرا جزيلا لك والمشاهدين في الحقيقة أنا أتكلم أن الخطاب هذا هو في غاية الأهمية لأنه جاء بعد خطاب 22 فبراير الذي كان في الغصف ومنذ ذلك الوقت لم ينعقد البرلمان ودفي بعد طوال الآن هذا هو طبعا خطاب ذلك هو تحول كبير جدا معروف التحول الكبير الآن بيحتاج إلى أن يكون أمام البرلمان وأن يضاف له من خلال هذه الشهور التي مضضها والشهرين المضض كيف يتسير هذه أفتكر فيه ممكن لأس الوطن اختاروا وأهم ما فيه أنه هناك قرارات جديدة مرتقبة مرتقبة ستدعم الخطة والخطة الذي انتهجه الرئيس في أن يعمل عملية التغيير التغيير الذي يحدث الآن ابتداء بحكومة المهام سماه بالتحول الوطني سيد رئيس الجمهور نعم وهذا الهدف من عملية التغيير وهذا يتوافق طبعا مع مطالب الحراك الذي يجري الآن في أن يحدث تحول وطني كبير بدأ وهو بأن حل الحكومة الأولى ثم عين حكومة مهام أنا نفسك لأنه كان في خلط كبير جدا بين أنها حكومة مهام أو أنها حكومة كفاءات الآن يمكن أن نسميها حكومة مهام أو كما سمى الرئيس بأنها حكومة مهام لأن حكومة الكفاءات بالفهم المعروف أنها حكومة ليس لها المعينين ليس لهم علاقة بالأحزاب لكن هذه فيها موازنة حزبية أيضا وموازنة في نفس الوقت أن يكونوا من الكفاءات التي يمكن أن تؤدي هذه يعني أستاذ صلاح السيد الرئيس تحول عن اتخاذ التدابير الصاري ما في هيكلة الدولة وهذا من مضى فيه يمكن رئيس مجلس المجراء بحل مؤسسات وإعفاء وتعيين آخرين يعني أيضا كيف تقيم أيضا هذه الخطوة نحو الإصلاح السياسي ومن ثم الإصلاح الإداري هذه ممكن تكون واحدة من مهام هذه الحكومة أنها أن تسعى في عملية للصح عملية للصح في الحكومة الوفاق الأولى بدأت بدراسات ولكنها لم تنفذ يعني وكان في جهدي كده مفزول في أن يحدث إصلاح لكن لم يكن على الأرض الآن حصل تطبيق عملي لهذه الدراسات التي سبقت أو أجريت حالة أو عدلة الآن لأنه في كلام الآن عن أنه هل هذه القرارات التي تتخذت فيها قرارات مدروسة أو غير مدروسة أنه حل مؤسسات ضخمة جدا مؤسسات كبيرة للمؤسسة النفط والشرق وغيرها وماشي في مؤسسات أخرى هل تمت عبر دراسات ومعروف أن أو كما سمها بعض الصحفيين أن هذه وزارات موازية للأجهزة الحكومية أفتكر هم بعد داخل مجلسة تطلع بيان قال أنه هذا الأمر لم يتم عشوائيا وإنه تم عبر دراسات تجري وأكيد أن بالرأب أنه ما استنفت واحدة من المؤسسات القديمة جدا قبل الإنقاذ موجودة لكن في نفس الوقت هل هي تؤدي مهامة بالشكل المطلوب أم أنها تؤدي نفس المهامة التي تؤديها الوزارة النفط وكذلك مثلا صندوق الشرق هل يمكنها الولايات أن تؤدي نفس المهامة التي يؤديها الوزارة يعني أستاذ صلاح مع هذه التساؤلات يعني الكثير تحدث بأن هذه المؤسسات هي أجهزة موازية للأجهزة الحكومية والوزارات وأنها تتغزى على حساب المال العام والموارد يعني أنت كيف تقيم هذه الخطوة أنا أعتقد أنه كان في لحظات تكوينه كان في ذلك الوقت هو تنفيذ لاتفاقية الشرق وكان في الوقت ذلك الناس محتاجين أن يكون في جهة مهتمة بتنفيذ مشروعات التنمية ولذلك أنشئ صندوق الشرق لكن مع طول الوقت والتنفيذ الاتفاقية كان مفروض كل وقت محدود لكنها استمرت فيبدو أنه حصل فيها ترهل وأصبحت مثلها مثل الوزارات والولايات هذا شغل الولايات في إنها مشروعات تنمية يجب أن تقوم بها الولايات وأن تدعم كما تدعم الله في ترهل يعني أفتكر أنه يجب أن تتولى المؤسسات الحكومية هذه الخطط وهذه البرامج ودي مهمتها مش أن نعمل لها منظمات أو أقصد مؤسسات موازية يمكن أن تعيق أو يمكن أن تضعف هذه الحكومة والتقاطعات تحدث أيضا بطئة في التنفيذ وقد لا يعني عدد من الاتفاقيات لم يتم تنفيذها في وضع أمر تنمية شرق السودان حدثت عن هذه الاستراتيجية لحكومة دكتور محمد طاهر إيلا بحل المؤسسات وتفعيل دوار الوزارات من أجل الرشاقة في أمر العمل التنفيذي لكن بالعودة إلى قرارات رأسية مرتقبة كما أتى هذا المنشد في صحيفة الوطن بالأمس هذا الخطاب لسيد رئيس الجمهورية تحدث عن أمر تدابير تتسم بالفاعلية والنزاهة واستدرك بأن أشرق بأن هذه التدابير وفاعليتها منوض بها البرلمان ومنوض بها أيضا وعي المواطن تجاه المجتمع هو طبعا واحدة في الحياة اللي أشار ليها أنه من التدابير مثلا محاربة الفساد نعم وأشار لأنه ده حقيقة أشار لأنه محاربة الفساد ليس بالقوان وحده وإنما بالرقابة الرقابة من البرلمان ومساة الرقابة الأخرى إذا كان مراجعة أو حتى الصحافة يعني أو حتى المواطن والمواطن نفسه يعني أفتكر بدون رقابة هو الذي يسند هذه التدابير نعم التدابير الحكومات وحدها والمؤسسات وحدها لا تستطيع أن تقوم بها ولا القوانين معزولة عن التنفيذ ومعزولة عن الرقابة ومعزولة عن النار أنا أفتكر ده كله بلش في الاتجاه بتاع أنه المطالب الشعبية في أنه محاربة الفساد وغيرها من مطالب طالب بها حتى المتظاهرين يعني أنا أفتكر القطاب وحدة من إيجابياته أنه أشار لخضايا أصلا الشارع بتكلم عنها نعم بتكلم عنها وبالضروري أنه البرلمان أن يضع موضع التنفيذ وأن يراقبها هل هي تنفذ أو تنفذ؟ بعد الخطاب الرئيس الأولى نحن بتاع 22 فبراير هو أيضا موجهات بدأت في التنفيذ فإذا لم تكن في رغابة حقيقية حيكون برضو زي وزي القرارات التي لا تنفذ يعني أستاذ صلاح يعني دعنا برضا يعني أيضا نقرأ في أبرز ما جاء به خطاب السيد الرئيس هذه الموجهات للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن قضايا الشباب يعني أشار السيد الرئيس بأنه لا بد من رؤى جديدة لدعم مشاريع الشباب يعني في وقت سابق كانت أحدث بأن أمر التمويل الأصغر يعني لم يؤدي ما يراد منه من أجل دعم مشروعات الشباب وما إلى ذلك هل تتوقع بأن تكون هناك أيضا تشريعات ربما جديدة ربما قوانين جديدة فيما يلي أمر التمويل بالنسبة لفئة الشباب تحديدا هو واحدة من مشاكل التمويل الأصغر أنه مخصص له نسبة من الأموال الموجودة في البنوك اللي حوال 12% ونفتكر من القرار الأخير الخاص واحدة من اللي يتفتكر هو الوجه به أنه إذا لم تنفذ هذه البنوك التمويل طبعا هو البنوك ما يتنفذ كلها 12% إذا ما نفذ الـ 12% يستولي عليها بنك السودان وأنه يعمل لها مؤسسات تنفس هذا الأمر وتمويل الشباب وهذه واحدة من مشاكل التمويل الأصغر مشاكل التمويل الأصغر هي الأول حقيقة مبلغ بسيط يجب أن يرتفع السقف في نفس الوقت إجراءات التمويل إجراءات معقدة وفيها كثير من الضمانات اللي ما بيقدر عليها بالإضافة لإنه حتى ذات التمويل الأصغر يعني معظمه بيدوه أموال من غير دراسة يعني وكأنه بيديه القروش يقول له يلقليه في اليم مكتوفا يقول له والله أمشي عوم يعني وهو مبعومة لحاجة حيغرق وحيغرق في ديون يعني فأفتكر أنه المسألة عايزة معالجة متكاملة في أنه نوعية المشروعات اللي تمول وإمكانية نجاحة ومساعدة الشاف في أنه يختار المشروعات التي تنجح بيديه تبقى برتبطة حتى بالمؤسسات الكبيرة ومؤسسات التصنيع برضو عشان تقدم لها هذه التمويلات الصغيرة تقدم لها خدمات حتى ولو صناعات صغيرة يمكن أن تفيد الصناعات الكبيرة نعم وطبعا هذا الماشي في العالم كله أنه التمويل الصغير هو اللي بيدعم المشروعات الكبيرة فأفتكر أنها مسألة متكاملة يجب وبعدين فيها كثير جدا من المؤسسات التمويل الأصغر هل بتشتغل بنفس الفهم المعاوقات الآن القرارات الرئاسية دي ممكن تزيلها يجب أن تعمل البنوك والبنك السودان على تنفيذ هذه القرارات دي واحدة بالمسأل من القضايا المهمة جدا اللي يمكن أن تساعد الشباب في حال مشاكلهم أصلا هي مشاكل بتاعة بطالة ومشاكل بتاعة عدم إياد عمل وحتى في المشروعات الآن يتشعر بأنها محدودة لأنه هو بخاف أنه بشي تقل له في مشروع يمكن أن نفشل بدلا أن يعينه يدخل هو في مشاكل نعم يعني أستاذ صلاح بالحديث عن التمويل ربما يحل ويكون مساهم في حال قضايا الشباب فيما أشار خطاب الرئيس يعني أشار أيضا لأهمية الاهتمام بمجالات الإبداع الشباب يعني هذه أيضا أدوار مرجوة من الشباب في مجالات الاختراع إذا تحدثنا عن الحراكة الجامعي سياسيا وثقافيا من قبل وسنوات طوال في تاريخ السودان أخرجت سوح الجامعات أسماء في المجالة السياسية والثقافي وغيره يعني أيضا الاهتفات وأهمية يعني هذا الأمر مجالات الإبداع الشبابي والله هو الإبداع ده ما واسع جدا ممكن يكون إبداع حتى في الإبداع العلمي نعم اختراعات وغيره نعم يعني تلقى أنت في بعض الجامعات بتلقى في مشروعات بتاعة تخرج بتاعة شباب مزهلة جدا جدا يعني في أنا ما أعرف هنا في السودان كيف تلعب هل بتنتهي بنهاية ومعظمة بنتهي بنهاية الدراسة يعني ما في زول بهتم بهذه المشروعات إلا قليل جدا من المشروعات اللي بتهتمها لأعض المؤسس هذا في الجانب العلمي أما في الجانب حتى الثقافي وغيره يمكن أن تهتم هذه المؤسسات وما أكثر يعني فيه كلام عن العودة لمراكز الشباب ومراكز المراكز الثقافية في الولايات وغيرها ديء اللي بتهتم بإبداعات الشباب وبترقية قدراتهم ومهاراتهم يعني أفتكر أنه لو اهتبئنا بالجانب ده ودفعنا فيه من الأموال والتمويل ما يمكن أن يساهم ده برضو يغطي جزء من مشاكل الشباب في أنه هو الفراغ الواسع جدا الذي أدى يعني دخلهم في مشاكل مشاكل الإدمان والمشاكل المخدرات وغيرها ديء بسبب الفراغ فده الذي يغطي الجانب الجانب العملي يجب أن نهتم به وفي نفس الوقت نهتم بجانب الزياء وقت الفراغ في المشروعات الكبيرة في المراكز الشباب التي تهتم بالمواهب والإبداعات السقفية وغيرها من إبداعات نعم يعني أستاذ صلاح تحدثت بأن هذا الخطاب للسيد الرئيس في دورة الهيئة التشريعية القومية الثامنة هو الأول بعد الخطاب التاريخي والمفصل والذي يمكن كان بمجيبه حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الآن الصورة واضحة حكومة مهام رأسها دكتور إيلا تحدثت بأن خطاب الرئيس المفصل كانت فيه توجيهات وهذا الخطاب أيضا فيه الكثير من توجيهات بشأن ملفات الإغتصاد محاربة الفساد والشباب يعني إلى أين يمكن أن تؤدي هذه التوجيهات من السيد الرئيس الجمهورية برأيك يعني على خلفية هذه الحكومة الآن والتي بدأت تتضح أدوارها بصورة أكبر في أصلا التحدي الكبير الذي يوجيه هذه الحكومة هو الاقتصاد الخطاب ده ما فوق عديد من الموجهات الموجهات دي كلها في النهاية بتنتهي إذا كيف يمكن أن نحل مشكلة الاقتصاد ومشاكل المتفرعة من الاقتصاد دي كلها أصلا مشاكل اقتصادية أتت بمشاكل اجتماعية وغيرها من المشاكل حتى المشاكل السياسية إذا ما علاج مشكلة الاقتصاد ده كل ما بتحلها فنفسك إنه التركيز يكون على الخطوة التي الخطوة الظاهرة الآن إنه القضايا بتاعت المؤسسات الموازية دي أفتكر دي واحدة من القضايا اللي هي برضو مؤسر تأثير مباشر في الاقتصاد الناس عندهم مشكلة حقيقية في إنه بيواجهوا قضايا مؤسرة عليهم تأثير مباشر منها الغلاء في نفس الوقت السيولة السيولة دي حتى الآن أفتكر مشكلة ما زالت ماسلة وما في حال لها ما في حتى أمل في إنه أو ما في مؤشرات في إنه ممكن تتحل كيف يعني حتى بعد طبعا حتى بعد طبعا دي مقاييسه أنت بتعمل في شنودي ما بتهمه كثير بتهمه نتائج نعم فهل في خطة واضحة جدا لتجاوز هذه الأزمات منها هل يمكن السيطرة على الغلاء في السوق على اللقاء للسيطرة لهذا التساول استوى الصلاح أنا أيضا أعيد لك تساول آخر بعض الخبراء الاتصاديين تحدثوا بأن أزمة السيولة ربما يعني العمود فيها الأساسي هو عدم الثقة في المصارف يعني كيف يمكن إعادة الثقة للمصارف السودانية مرة أخرى حتى تعود الكتلة النقدية التي هي الآن موجودة 99% منها خارج النظام المصرف هذه مشكلة كبيرة جدا أبونا سعادة الثقة هذه مشكلة كبيرة جدا لأنه إذا لا يحدث العملية الطبيعية في الإيداع والسحب المشكلة لا تتحلها طيب هي كانت بدأت مبادرة البنوك واحدها لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل وفتكرة قانون الطوارئ يعني لو تكلمت عن خوانين القانون موجود في أنه يحرم الحيازة أموال فوق للمليون جنيه بالعملة الجديدة أو المليار والحملة بدأت أمس تقريبا لكن تبراه مكفاية ممكن الزور يتحايل على القانون ويخفي الأموال لا بد ما هو زمان قبل الأزمة ما الناس كان عادي أصلا في زمنهم سيكلا قلوش في يد وليس يودع البنوك لأنه خطر جدا يعني أسأل مثلا المشكلة حصلت في الحريق في مدرمان والذي سبب ضاعة أموال كثيرة جدا لأنه مخزنة في الدكاكين فأنا أفتكر أنه هي المعالجة كانت بدأت ممتازة جدا مع اتحاد أصحاب العمل في أنه أقنع اتحاد أصحاب العمل عشان يقنع من تسبيه في أنهم يمشوا يودعوا وأن تلتزم البنوك بأنه تعدلون أموال دي ما تحتاجوا لها المسألة دي استمرت بأسبوع واحد والناس مشوا أوضعوا وانتهت على كده ما استمرت هذه الحملة الرئيسية المفرد تكون لابد من حوار بين البنوك وبين رجال الأعمال اللي يمتلقي الأموال دي وحتى المواطن العادي في أنه كيف يمكن أن تعاد السقة السقة دي ما بتعاد بالقوانين الوحدة بتعاد بالحوار بين البنوك وما هي مصالح في النهاية نعم إذا أصلا أنت أنا بضمن هذه الأموال البودية عم ترجع علي ما في سبب يخلينا نمسكها في البيوت إذن ربما الأيام القادمة تحمل تساؤلات في هذه القضايا التي طرحها خطاب السيد الرئيس على اقتصاد ومحاربة الفساد أيضا وقضايا الشباب أنتقل معك إلى صحيفة ألوان إبراهيم عمر البلاد في حاجة إجتهادات جديدة قال الرئيس الهيئة التشريعية القومية بروف إبراهيم أحمد عمر أن مجريات الأمور خلال أشهر الأخيرة أكدت أن البلاد في حاجة إجتهادات جديدة رقم المجهودات التي بذلت مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة في الأوضاع السياسية والاغتصادية والأمنية وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لدولة الإنعقاد التاسعة للهيئة التشريعية القومية أمس أشار بحضور رئيس الجمهورية أشار عمر إلى أن الحديث عن الإصلاح والإنفتاح ومحاربة الفساد وقضايا الشباب وترغيب الذين لم يشاركوا في الحوار ما زالت كلها تحتاج إلى اتهادات جديدة يعني في هذه الجزئية من حديث إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلماني عيسى الصلاح ماذا يعني الرجل بحوجة هذه القضايا محاربة الفساد وأمر الإقتصاد وقضايا الشباب إلى اتهادات جديدة ربما أنت تحدثت بأن البرلمان له أدواره في أمر الرقابة والتشريع وما إلى ذلك هنا أفتكر أنه كله كلام الرئيس وكلام الرئيس رئيس البرلمان هو كله اعتراف بأنه هناك أزمة تحتاج إلى حلول نعم الاعتراف ده يمكن فسروا السيد الرئيس البرلمان بأنه الإجراءات الحالية ما جابت نتيجة معقولة محتاجين لإتهادات جديدة تؤثر في هذه الأزمات وتغير فيها ربما التفكير خارج الصندوق بالضبط بالضبطية كده يعني هي أنت خلاصة أنت الإجراءات التي تخصها هذه ما جابت نتيجة فكر في طريقة تانية كيف يمكن أن أن تساهم ممكن مؤسسات أخرى أو آخرين أو حلول جديدة أو ناس ليس لهم علاقة بالدولة يمكن أن وخبراء يمكن أن يفيدوا في حل هذه الأزمات نعم نفتكر أنه الكلام كلام فعلاً حقيقي أنه نحن نحتاجين لإجتهادات جديدة لكن إجتهادات جديدة هل في نفس الناس اللي قاعدين وحايمين مما الله خلقهم مدير نعم ونردش نشوف خبراء جدد يمكن أن يساهموا في الحل لكن هو الكويس أنه في اعتراض بالأزمة وأنه في ضرورة للحل والحل يجب أن يكون بابتكار وسائل جديدة للحل نعم أنتقل معك إلى صحيفة الوفاق وفي ذات الأدوار للبرلمان البرلمان يستدعي محافظ المركزي بشأن أزمة السيولة قال الرئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني عبدالله مسار أن البرلمان بصدر استدعاء محافظ البنك المركزي الإسبوع المقبل للإجابة على السؤال حول موقف البنوك من السيولة مشيرا إلى إفراد المجلس لأول سابق له بتقديم بيان خاص ونوعي حول قضية السيولة لافتا إلى الاهتمام البرلمان بقضية السيولة وإيجاد الحلول العاجل لها يعني هذا الحديث على لسان عبدالله مسار رئيس لجنة الصناعة والتجارة الرجل التحدث إلى أن يعني إفراد المجلس لأول سابق له أول مرة يقدم يعني تقدم عموما أو بصورة خاصة هذه اللجنة بيان خاص ونوعي حول قضية السيولة يعني أدوار البرلمان وجدت الانتقاد كثيرا أستاذ صلاح عمر الشيخ خاصة في يعني الأزمة الاقتصادية والأدوار التي كان مرجو من البرلمان أن يقوم بها فيما سميت يعني حكومة معتز موسى بحكومة إطفاء الحرائق كان البرلمان في أمر استدعاء الوزراء لا جديد يعني يتحدث المراقبين أهل الشأن والاقتصاص بأن البرلمان منوض به أدوار أكبر من التي يؤديها الآن طيب هو البرلمان ده ما كان في إجازة واللجاب ما قاعدت تكون في إجازة يعني أنا مستغرب أنه هذا القرار أو هذا الاستدعاء يتم بعد ما يعود البرلمان متأخراً جداً لأنه أثر أزمة دي ما لك شهور طيب وإن كانت اللجاب تعتصناعة واللجاب الأصلاً هو المعروف أن البرلمان بيستدعي الوزير لكن يمكن لللجاب لجاب المجلس أن تستدعي مثل محافظة البنك أو مدراء المؤسسات أو كده يمكن لها أن تدعو ويمكن أن تنزلك في غياب المجلس ليه تأخرت الزمن ده كله في إنها استدعته أول مرة ولا تاني مرة ولا آخر مرة لماذا تستسعيه الآن يعني يمكن الآن بدل استدعاء المحافظة استدعاء وزير المالية لأنه محافظة البنك السوداء ما تابع له استدعاء وزير المالية ليقدم للبرلمان رؤية في إنه كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة السيولة التي طالت أمد وأسر التأثير مباشر في كل الإجراءات يعني الآن نفسه معروفة كل السلع وحتى العملة تصبح السلع نعم هذا أستدعاء الآن يعني أي حدث اشترافي حاجة تسعر بالشيك وسعر بالنقد يعني فدي مشكلة كبيرة جدا مشكلة بتتأزم زيادة مش بتتحل نعم فنفكر إنه دي واحدة من المهام المهام البرلمان اللي مفروض يسرع فيها يعني تكون دي مهمة الأولى في كيف يمكن لأن دي بتحل باقي المشاكل الباقي دي كلها نعم كيف يمكن أن نحل مشكلة السيولة بمستوى أكبر حتى محافظة بمك السوداء حتى لو استدعاء رسل وزراء نفسه يجب أن تحل هذه الأزمة ويجب أن نكون في خطة واضحة وفي كلام واضح نعم يعني حتى الأزمة الحالية يعني نتحدث بأن المرحلة تتطلب عمل منصات متكاملة يعني هذا التشبيك بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية مطلوب دور نواب الشعب في هذه المرحلة أستاذ صلاح دور رقابي مهم جدا جدا يجب أن نلعب الدور الرقابي لأصلا هم جاءوا من أجل يعني الرقابي في أنه أن تتحرقوا الحاجة اللي يجب أن المجلس يجب أن لا تكون موجودة منتظر لحد المنجلس العقد هما مشهم يا خيجازة شنو في ترقل وظيفة يعني ما مقبول كل كله في الظل أزمة مثل هذه الأزمة أن يكون دور البرلمان دور ضعيف الآن جاتم الفرصة لحد عندهم في أنه يساهم مساهمة فعلية في أن يتجاوزوا هذه الرقابة وبالتوجيه وبحتى رقابة شديدة هذا ما نحدث عنه أيضا خطاب الرئيس يعني وضع الكرة في ملعب نواب الشعبي عليهم الالتقاط غفاظ هذا التوجيه المباشر مسيد رئيس الجمهورية يعني ننتقل معك إلى اليوم التالي مرسومان جمهوريان بتعيين وزراء ووزراء دولة أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمس الاثنين مرسوما جمهوريا بتعيين وزراء على نحو التالي الفريق أول رقنا صديق محمد عامر وزيرا لديوان الحكم الاتحادي روض الحاج محمد وزيرا لوزارة الثقافة والسياحة والآثار أبو هرير حسين علي وزيرا للشباب والرياضة كما أصدر مرسوما جمهوريا ثانيا بتعيين وزراء دولة على النحو التالي السفير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية علي الصادق عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاغتصادي وأحمد علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة يعني مرسومان جمهوريان بتعيين وزراء ووزراء دولة اللافت يعني أستاذ صلاح بأن بعد الهيكل الجديد كانت للدولة وزارة الشباب والرياضة تحولت إلى مجلس أعلى وعين أبو هريرة حسين الآن تم ترفيع المجلس مرة أخرى إلى وزارة شباب والرياضة وأيضا وزارة الثقافة والسياحة والآثار يعني الجديد في المشهد يمكن اعتلاء الإعلامية والشاعرة وصاحبة الحراق الكبير في مجال الثقافة السودانية الزميلة رود الحاج وزيرا للثقافة والسياحة والآثار يعني كيف تقيم الدماء الشاب الجديد ذات الصلة بملفات الوزارات في أن تحدث الفرق هو الملفد أيضا برضو يمكن تعيين الفريق وزير الحكمة الاتحادية صديق محمد عبد صديق طبعا ده كان فيه تساؤل يعني وسط الإعلامين بالتحديد في أنه من يتولى وزارة الحكمة الاتحادية في ظل حكام كلهم من الجيش وكلهم يعني داري لون زول محدد كده يتعامل معهم مش أي زول يعني مش أي وزير يعني فلابد أن يكون وزير من ذات المؤسسة العسكرية يمكن بيستطيع أن يتعامل معه أفتكر أنه ده قرار موفق أيضا التوفيق الآخر في أنه أن يأتي يعني أحد العاملين في مجال الثقافة أستاذ روضى الحاج أصلا كان قبل السمول السمول معروف من الذين نجحوا في هذه الوزارة أعتذر لأسباب أفتكر صحية الأفتكر الوجودة يعني برغم أنها طبعا هي برلمانية وشاعره معروفة كانت نائبة رئيس بجنة الإعلام في البرلمان الأفتكر هي إعلامية ونعتبر إحنا من برضو من الجيل الشاب مسألة الشباب والسودان في عيقاض والبردة وأتت يعني نعم هي شاعر طبعا معروفة لكن الآن أمامها مهمة كبيرة جدا في أنها تتولى هذه المؤسسة باعتبار أنها أقرب إلى المبدعين وإلى المثقفين نعم نتمنى لها النجاح بالملفت أيضا برضو الشباب يعني أبو هريرة معروف أنه عنده نشاط واسع جدا في مجال الشباب والآن هو عدلت المسألة من مجلس إلى وزارة التحدي يفتكر أنه كله اهتمام بالبس شباب أنا أتمنى أنه هو يستطيع أنه أبو هريرة المعروف عنه شاب نشط نشط جدا يعني على خلفية توجيه السيد الرئيس الجمهورية للاهتمام بقضايا الشباب وأيضا الأمر الإبداعي للشباب لربما يحدث أبو هريرة حسين فرق الشاب يعني أبو هريرة معلوم نشاطه السابق كان في قطاع الناشئين تأسيز عدد من الاستادات في وساط الأحياء العاصمة في فرطون يعني لربما الآن قضايا الشباب تتصدر للمشهد فالمطلوب كثير جدا من أبو هريرة حسين أكيد طبعا شوفوا الغريبة أنه معاوية السفير معاوية هو كان رئيس المجلس قبل وما كان مناسبة معه وراثة المجلس برغم نزل الشاب لكن الآن وضعه في البكان الصحيح يعتبرون من السفراء ناجحين جدا نفسك يريد واحدة من قضايا الشباب إنه كد تتولي الشباب وتدوم ثقة أكبر معاوية لعب أدوار كبيرة في أمر القضايا في المدمر كول وغيرها حتى في عادة في رفع العقوبات لما كان في الواتف المتحدة الأمريكية أنا أريد أن يكون لديه دور كبير أعتقد أن هذا مجاله وهذا الجهة التي يمكن أن يستفيد منه من الوزارة ويستفيد منه السودان شاب نشط وشاطر أعتقد أن هذه التغييرات التي حدثت بالرغم أنه لا مع الترهل في الوزارة لكن في النهاية حينما يختار مكان شخص في المكان المناسب أبدل شوي بجرد براحة وكذا يعني الكثير أيضا أستاذ صلاح تحدث إبان تحول وزارة الشباب والرياضة والسياحة والآثار إلى مجلس أعلى وزارة الشباب والرياضة بأن الثقافة والسياحة والآثار لربما الملفان يعني فيهم من التعقيدات الكثير ويرجى منهم في تقديم صورة السودان إلى الخارج وزارة السياحة تحديدا كان الحديث بأنها يجب أن تبقى منفصلة للأدوار الكبيرة الترويج السياحية الموارد البكر في السودان السياحية على كافة مستويات حتى الآن لم تجد الترويج اللائق بها يعني خارج السودان ربما هو وأيضا مورد اقتصادي تستفيد منه عدد من دول الجوار إثيوبيا ومصر أهم ما حي في كرامك دي إن مورد اقتصادي يعني نحن دائما بننظر للثقافة باعتبار أنها مسألة ترفيهية كده وإنها بتصرف أكثر مننا تددي بالعكس هي أصلا مالقة الناس اللي يستطيعوا أن يسوقوا هذه الثروة الثقافية الكبيرة جدا في السودان بتنوع وبإبداعات ضخمة جدا اللي يمكن أن تساهم أن تكون موردا نقديا ممتاز جدا يمكن أن يعني أفتكر أنه ممكن ننافس بها في كل دول العالم باعتبار أن نحن عندنا من المخزون الاختصائي والثقافي نعم والسياحي ممتاز جدا ما قادرين بس نحن نسوه بطريقة كويسة وما قادرين نحن نطوره ونعمل بنيات تحتية يمكن أن تساهم في أن يكون موردا اقتصادية ممتازة في نفس الوقت الشباب أفتكر أنه أننا قادرين أن نحول برضو طاقات الشباب إلى طاقات إيجابية وطاقات وإبداعية يمكن أيضا أن تساهم في أن تبور نفسها في نفس الوقت يمكن أن تكون وحدة من موارد الدخل الكبيرة بالسودان إذا كان في الرياضة أو إذا كان في كل المجالات التي يمكن أن تساهم فيها الشباب والشباب طاقة جبارة جدا يمكن أن إذا فجرت هذه الطاقات يمكن أن ينتشروا في كل المؤسسات التي يمكن أن تساهم في رفع الانتاج وفي زيادة موارد البلد يعني لربما أيضا حتى نختم هذا الملف رأى بالأمس وكان الحديث للمراقبين بأن إصدار مرسوم جمهور يعني بتعيين وزراء دولة بعد أن كان الحديث بأن الحكومة تنحو لأن تكون رشيقة حتى يكون العمل التنفيذي أكثر سهولة يعني أنت كيف تقيم هذا الأمر أنا أفتغل لسه ما زلت من الذين يؤيدون أن تكون الحكومة أكثر رشاقة نعم لكن في نفس الوقت الموازنة في السودان صعبة صعبة جدا في نفس الوقت الذي أنت داير تعمل فيه يعني أيا كان الذي يتقس هذه القرارات هو بيكون مواجه في أنه كيف يمكن أن يوازن بين أصلا أصلا مثلا قضية الحوار الوطني الحوار الوطني أصلا واحدة من وصاياه وتوصياته مهمة جدا في أنه كيف يمكن أن ترضي كل هذه الأحزاب والمجتمعات إذا كان جهوية أو غيرها كيف يمكن أن تساهم كلهم بيشتقوا من أنه والله نحن لا نشارك في الحكم فلابد أن يعني مهما كان نفرض أنه حصل تغيير كامل برضو حيجي في السودان حيواجه بنفس هذه المشكلة فإنت عشان تعمل حكومة في كل هذه التوازنات صعبة جدا فأفتكر أنه في ضرورة لأن تكون بهذا الشكل ورهمة كانت الأسباب ضرورة تكون بهذا الشكل وفي نفس الوقت الموازرة بين أن ترضي كل الأطراف وفي نفس الوقت كيف يمكن أن تجعل الرشيقة إذن هي عقدة يعني أستاذ صلاح نعم هي عقدة عقدة كبيرة السودان السودان نعم بتحكم إلا كده إلا كده ما حتقدر تعمل حاجة غيرين كده تمثل كل المؤسسات والأحزاب وكل من يتطلع إلى أن يكون جزءا من الحكم في السودان نعم أنتقل معك إلى داخلية أخبار اليوم وفي صفحة أخبار وتقارير انطلاقت اجتماعات اللجنة الفنية المدانية المشتركة بين الجيش السوداني والإثيوبي بالقضارف بدأت أمس بولاية القضارف اجتماعات اللجنة الفنية المدانية المشتركة بين القوات المسلحة السودانية والإثيوبية بهدف وضع الترتيبات لتطبيق فورتقول نشر القوات المشتركة على الحدود السودانية الإثيوبية الذي تم التوافق عليه مؤخرا وترأس الجانب السوداني الفريق الركن آدم هارون إدريس نائب رئيس هيئة الأركان البرية فيما رأس الجانب الإثيوبي الجنرال فزهاك داني مدير إدارة العمليات بالقوات الإثيوبية يعني تجربة الحدود المشتركة الناجحة للسودان مع جاد والتي أدت غرضها تماما في تأمين الحدود وتدفق التجارة الحدودية وأيضا هذا التداخل الاتماعي من 35 قبيلة سودانية جادية يعني الآن التجربة تنتقل لإثيوبيا يعني أستاذ صلاح ربما يقول قائل بأن ولايات السودان 13 ولاية ويزيد هي ولايات حدودية يعني أمر التأمين منضبه أمر الأمن والاستقرار أمر مكافحة التهريب أمر مكافحة الفساد أيضا معنيا بها تهريب الذهب وإنشاء بورسل الذهب يمكن في دولة إفريقية قريبة جدا يسوق فيها الذهب السوداني بكمياته الكبيرة يعني كيف تقيم أمر بداية اجتماعات اللجنة الفنية وهل ستكون التجربة مشابهة بذات النجاح والملامح لتجربة قوات الحدودية المشتركة مع جمهورية جات والله يشوف طبعا ده اللي بيشجع على هذه التجربة إنه نجاح التجربة التشار وده بفضل كل نموذج يعني يكون في أسيوبيا وفي الجنوب في ذات الوقت ده المناطق فيها يعني المناطق الساخن الآن بين وبين هذه الولايات الحدودية زي وسبتين 13 ولاية حدودية المهمة هي ده البلدين مهمين جدا أو 3 بلدان مهمة يعني ياريتريا أسيوبيا جنوب السودان المشاكل في مع أسيوبيا في الحدود الأسيوبية معروفة قصة الفشكة قديمة جدا يعني قديمة جدا كل مرة بتطلع فيها إنه فيها عصابات وفيها ماليشيات بتحصل فيها مشاكل كده بالزات بين المزارعين وكده وجود قوات مشتركة إذا نجحنا في أن نطبق هذا النموذج الذي كان في الحدود التشاهدية في أسيوبيا أفتكر سيقضي كما قضى تماما على ما كان يحكس في الحدود التشاهدية أيضا نعم أشار للزملاب قرب انتهاء البرنامج في 30 ثانية أو يزيد يعني نقرأ عدد من الأخبار في الأهرام اليوم الحكومة التواصل مع المعارضة والحركات المسلحة لن ينقطع تعليق خاصة بأن السيد الرئيس درجة في كل خطاب له الدعوة الجادة لأمر الانخراط ضروري جدا ضروري جدا وحدة من أفتكر مهام هذه المرحلة أن يستمر الحوار وأن يستمر مع الحركات المسلحة مهما كانت الأدباء ومهما كانت الصعوبات يجب أن يستمر الحوار ويجب أن نصل إلى سلام نهاية في مصادر إيلا يؤكد الحرص على تدليل عقبات استئناف الدراسة بالجامعات كانت عدد من جامعات الشرق قد استأنفت الدراسة في جامعتي أفتكر أنه هذا الموزج أفتكر هذا واحد من الحلول وتأكيد على استقرار البلاد يجب أن تعود أفتكر أنه نضيع لنا سنة سنة كاملة لكل الجامعات أفتكر أنه أول جامعات الحكومية لقد أفتكر خسارة كبيرة جدا يجب أن تعود الجامعات أفتكر أنه الآن المجتمع كل ما فيه أسأل مجلس الشورى الأخير طالبا بأن تعود الجامعات وفي الأهرام اليوم أشرت بتعيين يمكن زميلة روضة الحاج وزيرا للسياحة والآثار والثقافة الأهرام اليوم اتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين السودان ومصر تحدثت وستصل عن أهمية مورد السياحة كواحد من المورد دائما لأقتصاد السودان نعم بس كيف يمكن أن نضع خطة حقيقية وأنه مويلة يعني أنا أفتكر أنه واحدة من مشاكل السياحة والثقاف في السودان إنها وزارة المالية وقعتها ثم بها ما بتديها الميزانيات الكافية حتى تطور يعني بنيات التحتية وانتطور أعماله كده بيتبروه من نازل لما يسافر بسافر فسحة يعني ما بسافر نعم لك شكرا أجزاله الأمين العام باتحاد الصحفيين السودانيين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح عمر الشيخ شكرا شكرا لك شكرا لكل من تابع طبعا اليوم تعاد بعد ساعة من الآن على قناة سودان تي في على اليوتيوب وأيضا عرضي ثاني على شاشة تلفزيون السودان الساعة 12 منتصف الليل تحياتي وفريق العمل نلتقي بحول الله